الداخلية النهاردة انا كنت موجود في وزارة الداخلية وكنت موجود ضمن الوفد الاعلامي اللي كان بيحضر تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الداخلية والاجتماع اللي على اعلى مستوى اللي عقدوا مع وزير الداخلية ومع وزير الدفاع ومع رئيس الوزراء ومع القائم باعمال مدير المخابرات العامة لاستعراض جوانب الامن القومي واخر التدعيات والتطورات والاحداث في العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 ثم اجتمع الرئيس مع القيادات الامنية ومعنا نحن الاعلاميين وتابعنا حجم التطور وحجم الانجازات وحجم التقدم الذي حدث فيه ومن وزارة الداخلية من عام 2014 منذ ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية وحتى يومنا هذا والحقيقة انا باعتباري شاهد عيان مش بس شاهد عيان كاعلامي بتابع كل يوم الاخبار والتطورات والبحث للمزارة الداخلية ومزارة الخارجية ومزارة الدفاع وباقي الوزارات لا كشاهد عيان النهاردة كمان شفت ادق التفاصيل لقيت من وجبي ان انا انقل لحضراتكم ما رأيت نقلا امينا عشان حتى بقى اسمع لمسمى تامر امينا يعني او 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 بايخة صح حسيت انها بايخة اللي انا شفته النهاردة بيقول بما لا يدع مجالا للشك انه فيه تطوير حقيقي حدث في مؤسسة المؤسسة الامنية في وزارة الداخلية على مدار الثلاث سنين ونص اللي فاته واحنا كنا متفقين من زمان ان ما فيش مؤسسة وما فيش كيان بلا اخطاء جل من لا يسهو وجل من لا يخطئ واحنا في الاعلام طول الوقت كنا بنقول الاخطاء اللي كانت موجودة في وزارة الداخلية والاخطاء اللي كانت موجودة في المؤسسة الاعلامية والاخطاء اللي كانت موجودة في المؤسسة القضائية بحيث ان احنا عايزين نطور ما ليش دعوه بلي كان بيشوه ما ليش دعوه بلي كان عايز يهدم ما ليش دعوه بلي كان عايز يكسر أنا بتكلم على النقد البناء الإعلامي اللي هو أهم أساسيات الإعلام النقد المصلح اللي هدفه التطوير مش هدفه التشويه والهدم واللي أنا شفته النهاردة يقول إنه في جانب كبير جدا 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 من الإصلاح والتطوير تم أولا أولا وأنا ببقى معني جدا بالحكاة ويمكن في بعض مش كتير من الناس هيكلموكو عن التفاصيل دي انا بابقى معني شوية بالشكل قبل المضمون لان الشكل هو البوابة للمضمون زي المثل المصري اللي بيقولك الجواب بيتقن من عنوانه جواب بيتقن من عنوانه فكذلك مضمون وزارة الداخلية انا شفتها النهاردة من حيث الشكل مقر وزارة الداخلية اللي موجود في التجمع الحقيقة مقر يفرح يفرح مش بس من حيث البنيان لا من حيث البنيان ومن حيث الانسان من حيث الحجر ومن قبله البشر واللي انا شفته النهاردة اللي انا شفته النهاردة انه فيستثمار وفي اصلاح وفي تدريب وفي تأهيل للبشر وللعنصر البشري في وزارة الداخلية على مدار التلت سنين ونصف اللي فاتوا اثمر في الصورة اللي انا شفتها النهاردة الكيان شكله حلو المبنى شكله حلو الأفراد والعناصر والبشر والزباط والتشريفات والمراسم حاجة أنا بقول لكم ما كانتش موجودة زمان بالشكل ده وبالانضباطية دي وبالاحترافية دي ما كانتش موجودة زمان فده لازم إشارة نأكد عليها ده من حيث الشكل أما من حيث المضمون أنا بقول لكم إحساسي النهاردة كمواطن قبل أن أكون مذيع وإعلامي وكل الكلام ده أنا النهاردة وصلني إحساس بالأمان ليه وصلني إحساس بالأمان لما بقاعد وشوف في المطبخ بقى في المطبخ كيف يتم العمل الأمني كيف يتم التخطيط الأمني كيف يتم ضخ مفهوم الاحترافية في العمل الأمني في هذه الأيام كيف يتحول العمل الأمني من مجرد أمن فقط إلى أمن معلوماتي وإحنا ياما 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 طالبنا بهذه الحكاية وإحنا قلنا أن بعض التقصير اللي حصل على مدار السنوات الطويلة اللي فاتت من 2011 كان سببها غياب المعلومة وإنه أي أداء أمني كان حيبقى يشوبوا التقصير لو افتقد للمعلومة وبسبب بقى الانفلات الأمني والهجمة الشرسة اللي حصلت على وزارة الداخلية والتكسير والهدم المقصود اللي حصل على وزارة الداخلية ومؤسساتها ومداريات الأمن من 2011 لحد 2013 و14 و15 اهتزت وزارة الداخلية وقتها وأنا كنت سعيد النهاردة جدا إنه اللي هو مجد عبدالغفار وزير الداخلية قالها كده بالفم المليان قدام الرئيس وقدامنا في الكلمة اللي قالها في بداية اللقاء قال اليوم أستطيع أن أقول لكم أن وزارة الداخلية استعادت كامل هيبتها وبرقها وإدارتها وإلمامها للأمن على ساحة جمهورية مصلة عربية كلها قالها بالفم المليان كده ثم بالاستعراض اللي أنا شفته أنا بقول لكم جالي إحساس بالأمام وعايز أقول لحضراتكم وده موجود في علوم الأمن الأهم من تواجد الأمن هو إحساسك بالأمام الأهم من أنت تشوف زابط في الشارع أن أنت تحس بالأمام أن الزابط يبقى متواجد في الشارع عندما تحتاجه عشان كده لما كنا بنقول في دول العالم كنت تمشي في منتهى الأمام وإنت مش شايف دورية ولا كمين ولا زابط هو ده الإحساس بالأمام هو ده اللي دلوقتي وزارة الداخلية بتطبقه أنا سعيد بالشكل وبالإنسان اللي تم التطوير والتأهيل والتدريب له على أعلى مستوى شفنا النهاردة نمازج شديدة شديدة الإبهار شديدة الإبهار ثالثا استخدام الأمن المعلوماتي اللي بقى متوفر وبقى له سبب ونتيجة رئيسية في معظم الإنجازات اللي عرضتها وزارة الداخلية النهاردة سواء في مكافحتها للجريمة الجنائية أو مكافحتها بالاشتراك مع الجيش في الجريمة الإرهابية العداد بتاعت الجرائم انخفضت بشكل كبير جدا 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 عمدار التلات سنين وده يدل ان احنا بنتقدم والجريمة تنزوي سواء الإرهابية أو الجنائية آخر عنصر أنا كنت سعيد بيه هو استخدام التكنولوجيا الحديثة وده اللي مرتبط مع فكرة الأمن المعلوماتي كل تقنية حديثة شفناها أو حتى سمعنا عنها في دول العالم المختلفة أصبحت موجودة الآن وده أثناء افتتاح النهاردة وزارة الداخلية لمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات التابعة لوزارة الداخلية في مقرها بالقاهرة الجديدة النهاردة أنا بقول لكم بمنتهى الأمانة تحية تعظيم سلام لوزارة الداخلية على الجهد اللي شفته وعلى التطوير اللي حصل وعلى الإصلاح واللي النهاردة وزارة الداخلية قالوا انه مستمر ولسه عندنا سلبيات ولسه عندنا حاجات حنكملها ومستمرين في هذا الإصلاح لأن الإصلاح منظومة لا تنتهي أبدا لأن اللي حيصل إلى مرحلة الجمود حيموت فتحية لزباط الشرطة اللي نطول الوقت مؤمن بتضحياتهم ومؤمن ببذلهم للجهد وتحية كمان لوزير الداخلية اللي رجل الحقيقة يعمل بصمت قليل الكلام كثير العمل تقرير